الماسونية العالمية أو الكيان الصهيوني يجند مجموعة من العرب من المسلمين من داخل النسيج الاجتماعي وأحيانا من داخل نسيج سياسي معين غايته أن يظهر أنه هذه الانتصارات لا يعطيها حجم الحقيقي يهمون يطعن بالتالي صر الصراع داخلي حتى يشغل المجتمع الذي انتفض ونهض إذا هذا الظلم والطغيان الصهي وأمريكي ويقول لهم أنه هذه الأدوات طبعا هناك مجموعة من التجنيد لشخصيات تصل إلى مستوى وزراء بالمناسبة يعني وزراء فما دون قد يكون هناك بعض وهذا حقيقة واقعية معروف في الملفات الأمنية والمخابرات وزراء يتعاطفون مع الكيان الصهيوني نعم نعم لهم تعاون ويعطون معلومات وتبادل هذا بعلم الدولة لو من غير علم الدولة قطعا البعض بعلم الدولة والبعض الآخر بغير علم الدولة وحتى الاجتماعات التي تحصل بعضهم يقول خلصونا من حماس ومن قصة المقاومة وخلصونا من اليمن وخلصونا من الحوثين هذا لسان حالهم